أول خبر معنا مهم جداً لمستخدمي فيسبوك ماسنجر بيقول ماسنجر تضيف تشفيراً شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو أضافت شركة فيسبوك تشفير شامل لمكالمات الصوت والفيديو أخيراً في منصة التراصل ماسنجر كتير جداً كنت بقول لحضراتكم ماسنجر غير مشفر الرسال فيه غير مشفرة وحتى الاتصالات فيه غير مشفرة دلوقتي فيسبوك خادت خطوة لأن الشركة أعلنت في واحدة من تدوينتها أنها بصدد طرح التغيير اليوم جنباً إلى جنباً مع ناصر التحكم الجديدة لرسائلها المخفية وبرضو هأكد عليكم ده وأشرح حالكم في نهاية الخبر بعض المستخدمين كمان كانوا بيشوفوا اختبارات لمميزات جديدة بتتعلق بالتشفير الشركة أعلنت يتوقع الأشخاص أن تكون تطبيقات المراسلة آمنة وخاصة ومن خلال المميزات الجديدة نمنحهم مزيداً من التحكم في مدى خصوصية مكالماتهم ودردشتهم منصة الترسل الشهيرة ماسنجر حصلت على تشفير شامل للرسائل النصية في عام 2016 لما أضافت فيسبوك خيار المحادثة السرية زي ما قلت لكم الرسائل على ماسنجر غير مشفرة إلا لما تعمل محادثة سرية وده تم أضافته في 2016 لتطبيقها أو آلة فيسبوك أنها هتضيف المزيد مع تزايد الاهتمام بمكالمات الصوت والفيديو لأن منصة ماسنجر دلوقتي بتشوف أن فيه أكتر من 150 مليون مكالمة فيديو يومياً عبر تطبيق الماسنجر تطبيق الدردشة المملوك لفيسبوك الواتساب والأشهر أضاف الاتصال المشفر من طرف لطرف أو من end to end وده اللي بيمنع أي شخص باستثناء المرسل والمستقبل من رؤية البيانات المشفرة دلوقتي فيسبوك أضافت التشفير اللي هو ال end to end ده بأنه أصبح معيار للصناعات عبر خدمات المرسلة وأضافت أو أشارت كمان شائعات إلى أنها قد تطرح نظام المرسلة مرسلة موحد ومشفر من طرف لطرف عبر واتساب وماسنجر وإنستجرام متكلمنا عن الموضوع ده بأنه كتير وكان ماركز زوكربيرج حريصاً أنه يعمل ده لكن لغاية دلوقتي ده ما تمش المحادثات النصية دلوقتي زي ما تركم حصلت على تحديث أصغر وفي لو أنت كنت عايز تشوف الرسائل اللي بتبعثها رسائل المشفرة أو في المحادثات الخاصة أو السرية ممكن كمان تعمل رسالة بتختفي دلوقتي هتشوف أنه في بعض الخيارات للاختيار عند انتهاء صلاحية الرسالة دي من تبدأ من 5 ثواني إلى 24 ساعة أنه الطرف الثاني لما توصل الرسالة بعد وقت معين بيتم مسح الرسالة وتم عرض الميزة دي في الأصل عما كان ساعتها وقتها مدتها دقيقة واحدة أو 15 دقيقة أو ساعة أو 4 ساعات أو 24 ساعة دلوقتي بقى فيها مميزات أكتر تبدأ من 5 ثواني كمان البعض بيشوف أن التحديثات اللي تمت دي بيشوفها بتوصله كمان الشركة بتجري اختبارات تجربية لعدد محدود من المميزات الأخرى بعض المستخدمين شافوا خيار للمحادثات الجماعية المشفرة وده لسه طبعا بشكل تجريبي شوية من طرف لطرف والمكالمات بين الأصدقاء والعائلة اللي بيكون عندهم سلسلة دردشة موجودة أو حتى متصلين زي ما قلت لكم تاني خلينا أجمل الموضوع الرسائل على الماسنجر واللي اتصالات على الماسنجر غير مشفرة إلا لو عملت محادثة سرية ودلوقتي كمان وكان ده بس في الرسائل اللي اتصالات مكانش مشفرة أو مكالمات الفيديو مش مشفرة دلوقتي الماسنجر أضاف ده لكن برضو للمحادثات السرية خدوا بالكم النقطة دي عشان كتير بيفهم الموضوع غلط ترجمة نانسي قنقر